بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاقة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مشاهدين الكرام برنامج اقرأ لتأسيس الأطفال في الحضانة وصف الأول الابتدائي وتأسيس ضعاف القراءة والكتابة من الكبار مشاهدين الكرام احنا قلنا قبل كده ان اقرأ للصغار والكبار عشان نتعلم ازاي نقرأ وازاي نكتب هنبدأ طبعا زكالعادة اللي تعودنا عليها هنتعود فيه التردد الجديد مشاهدين الكرام التردد الجديد 11 823 رأسي ده التردد الجديد وبرضو التردد القديم شغال لفترة التردد الجديد 11 823 رأسي والتاني شغال برضو دلوقتي مشاهدين الكرام قبل ما نبدأ في حرف النهاردة هنشوف فيديو لطفل صغير بيرجع لنا على كلمات فيها سكون وكلمات فيها شدة طفل اسمه حازم اسماعيل هنشوف الفيديو ونرجع لكم تاني السلام عليك أستاذ محسن دي همسل عن السكون شئت يهبطو نعبدو يغفرو اكسمو تكسبو يشرحو يجدارو دي همسل عن الشب دي ردة حجة حية بسة هشة سنة أب تكسبو يخطى يخطى حل تدوى خفى اقرأ 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 مشاهدين الكرام وارجعنا لكم بعد هذا الفيديو القصير للطفل حازم اسماعيل راجع لنا على بعض الكلمات فيها سكون وبعض الكلمات فيها شدة قبل ما نبدأ حلس نهاردة برضو ننوه عشان فيه أوليقمور تواصله معي كتير قوي عشان يعرفوا الطريقة الطريقة لحنا بنبدأ ب عم عاعزاً بل سمحت بكراسة شكل الحرف كراسة شكل الحرف ده كراسة شكل الحرف بنبدأ نكتب الحروف الأول شكل حرف الأرب في أول الكلمة أو في وسط الكلمة ده كراسه شكل الحرف ده أن كده عم عازاب تمام ده كراسة شكل الحرف منعمل فيها ايه يا عم عزب منعمل فيها ايه منكتب الحروف فيها خليك معاها عم عزب كده في اول الكلمة وفي ايه وفي اخر الكلمة ده كراسة شكل ده كان صوت الحرف عم عزب ادي كراسة شكل الحرف هايت تمام عم عزب انت بص كراسة شكل الحرف عم عزب ايه كراسة شكل الحرف كراسة شكل الحرف معايا هين دي كان صوت الحرف تمام ده بنكتب فيها شكل الحرف منفرداً في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة تمام كده عم عزب؟ تمام ده كراسة صوت الحرف كراسة صوت الحرف بعد ما منخلص شكل الحرف يا عم عزب بنبدأ في صوتيات الحروف ها هي عم عزب بردوه عشان ناخد بالنا قد الحروف في أول الكلمة الفتحة والكسرة والضمة ده صوت الحرف والحركة الطويلة والحركة القصيرة والسكون والحاجة ده كلها صوتيات تم كده يبقى معنا كراسة تانية عم عزب وفيه كراسة ثالثة المفروض مع ولي الأمر احنا لو معي بره بيبقى في الحصة كراسة الإملاء كراسة يا حضرات الإملاء النهاردة هنبدأ شغلنا النهاردة في حرف الفاء أستأذي المخرجنا هنروح على الصبورة النهاردة حضرات هناخد حرف الفاء هناخد حرف إيه؟ الفاء اسمه يا حضرات؟ فاء اسمه إيه؟ فاء حرف الفاء اسمه مش فيه اسمه فاء تمام كده عم عزب؟ اسمه فاء وليس فاء فاء مش فيه تمام كده؟ احنا دلوقتي هنشوف الأول هنفتح كراسة شكل الحرف علشان نعرف نتعرف على شكل حرف الفاء نكتبه ازاي يلا عم عزب يلا تصفحة العليمين يا حضرات هنعمل كده هنكتب حرف الفاء منفردا تب تعال نكتبه ازاي بقى نعرف نكتبه ازاي فوق سطر بحاجة بسيطة كده يا حضرات بصوا 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 معايا دا المقلوبة دا الايه؟ مقلوبة أو أكبر من بس لسا الأطفال ما يعرفوهاش دا الايه؟ يعني عزب دا الايه؟ دا المقلوبة ونجي قافل الدا للمقلوبة دي كده ونجي نازل وحرف الباء يبقى دا المقلوبة نقفلها ونعمل حرف الايه؟ حرف الباء يبقى هي ما هي الا دا المقلوبة نقفلها ونمشي كده زي حرف الباء تماما كايننا بنكتب باء بالضبط هون وهنا فوق هنا ايه؟ دا المقلوبة منقفلها في حدا هيعمل يا عم عزب تسعة تسعة زعونططة كده ها؟ هقول له برضو برافو عليك مش وحش تمام كده اللي هيعملها ده المقلوبة ويقفلها اللي هيعملها تسعة ويعمل حرف الباء برضو مفيش مشكلة هقول له برضو برافو عليك تمام كده عشان نيسر على أطفالنا العزاء تمام كده يا أم عزب يبقى لو عايز تعملها يا أم عزب ده المقلوبة أهو ده المقلوبة كده ونقفلها ماشي ونجي عامل حرف الباء كده تمام كده يبقى تسعة صغيرة ونقفلها بحرف الباء ما فيش مشكلة ده المقلوبة ونقفلها ونعمل حرف الباء برضو ما فيش مشكلة تمام كده ده في الصفحة اللي علمين يا حضرات تمام كده وننزل بها سريعا وانتم معايا تمام كده والواجب كذلك وليه الأمر ما تنساش ده حرف الفاء منفردا تمام كده طب حرف الفاء يا أستاذ فأول الكلمة نعمله إزاي تعالوا شوف يا حضرات كده زي ما تعلمنا تسعة صغيرة ونعمل أو ده المقلوبة هي بصوا ورقبة ونشد كده ده حرف الفاء في أول الكلمة حرف الفاء في أول الكلمة نعمل نعمل تسعة صغيرة أو ده المقلوبة ونجي شدد كده علشان احنا منعمل شدة دي ليه يا عم عزب منسحب كده ليه علشان الفاء في أول الكلمة بتمسك في اللي وراها حرف الفاء مش من حروف الرفاصة حرف الفاء بتمسك في اللي وراها على طول في أول الكلمة طيب قل لنا مثال كده يا مستر محسن عليها كده قل لنا كده هنعمل ايه كده حد يقول لي كده ماشي ماشي النهاردة لأستاذ محمد شحاته موعد ممتاز النهاردة وشهاي الحلقة معايا اعدادا واخراجا وكل حاجة يبجد يعني نشكر لأستاذ محمد شحاته على هذا المجهود الجبار معا بص يا شحاته بص يا حبيبي ادي الفاء اهي فأول كلمة اهي تمام كده اهي فاء اهي مثلا فارحة فسبح زي الأستاذ محمد شحاته ادي فارحة اهي تمام كده اه وتفرهد تمام كده يبقى فاء فتحة فاء رأى كسرة ري فاء ري حاء فتحة حاء فاء ري حاء احنا من دلوقتي مش قصدنا الصوتيات دلوقتي احنا قصدنا ازاي نكتبها في اول الكلمة زي ما قلنا تسعة صغيرة ورقبة صغيرة كده ونجي عاملين ايه ساحبين ساحبة كده علشان ناخد الرأى معاه يعني حرف الفاء في اول الكلمة شكله اهو يا حضرات فارحة فسبح باسم رب فسبح فؤاد تمام كده حلو فؤاد معانا فؤاد ولا لا ماشي يا حضرات ادي الفاء في اول ايه في اول الكلمة تمام الفاء في وسط الكلمة اوسط شكلها ايه اهي تمسك في اللي قدامها بص 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 وفي اللي وراها اهي تمام كده اهي ادي حرف الفاء في وسط الكلمة ماسك في اللي قدامه وماسك فين في اللي وراه تمام تمام كده يلا طب حرف الفاء كده مثالا عليه كده حرف الفاء في وسط الكلمة كده يا محسن كده نقول ايه ممكن نقول ايه تمام برافو عليك والله يا محمد شحاتة مذاكر النهاردة محمد شحاتة والله برافو عليك تفرقا برافو عليك والله تفرقا ايه تاني يا سنة ماشي سنفرحوا بص بصوا بصوا معايا خليكم معايا ادي التاء اهي شوف الفاء بقى في وسط الكلمة مسكت في الوراها والله قدامها ازاي اهو تفاء شوف ادي الفاء اهي عملت لكم بيازر عشان تشوفوها تفرقا شوفوا شوفوا القفة اهي تفرقا ادي الفاء في وسط الكلمة اهي الفاء في وسط الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص ده بحروف الرفاص ايه عاوز افتكرها كده اشحاتة يلا 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 بينا كده الالف الله ينور عليك والدال والذال والراء والزاي والواو ده حروف يا عم عزب نطل عليها طالة كده يا عم عزب معلش نطل عليها طالة كده علشان ايه علشان الاطفال اللي ما يعرفوش الحروف الرفاصة او الحروف الرفضة او الحروف اللي بترفص او الاسد يعني فيه يعني حسب المدرسة وحسب المدرسين ما بيسموها تمام كده الف ودال ودال وراء وزاي وواو ده يا عم عزب الحروف دي بيحصل فيها ايه ما بتمسكش في الوراها طب قدر دلوقتي واحد يقول لي أنت قلت يا مستر محسن أن حرف الفا في وسط الكلمة مسك كده وفارد جناحاته ومسك في الوراء واللي قدامه طب ممكن أجيب لك كلمة مش مسكة في اللي قدامها آه لو سبقها حرف رفاص زي إيه كده حبيبي يا حيوين بصوا كده أهو نخليها بالأسود أهو ألف همزة فتحة أ شوفوا شوفوا الفا بقى أيوة بص الفا هنا حتى الفا هنا وحشة عشان برضو إيه الناس أهي أدي التسعة أهي صغيرة أهي أف راحوا يالله حبابي بصوا أفعلوا تمام بربوا عليكم والله يا محمد الشيحات النهار دا مبدأ يا جماعة ومزاكر معا جدا ألف همزة فتحة أ فأسا كنا أف فتحة ر يبقى أف ر حأضم حو يبقى أفرحوا إحنا الورد وارد ومش عاوزين نستطيع دلوقتي إحنا عاوزين نشوف إزاي منكتب حرف الفا حرف الفا في وسط الكلمة بالشكلين دون يا إما لو ما سبقهش حرف رفاص زي تفرق ولو سبقه حرف رفاص زي أفرحوا تمام كده يا أستاذ ما له الألف يا أستاذ محمد عيز تمام ماشي المهم تفرق وأفرحوا الفا بقى في آخر الكلمة تعالوا نشوفها كده أهو أهو يا حضرات بصوا كده بصوا حد بلاحظ حاجة إن الفا في أول الكلمة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة ما تنزلش من على السطر إياك إياك حد ينزلها من على السطر ما فيش حد ينزل الفا نهائي لا في أول الكلمة ولا في وسط الكلمة ولا في آخر الكلمة ما تنزلش من على السطر تبعوزين مثال كده يا أستاذ للفا في آخر الكلمة ماشي الله ينور عليك يا حبيب والد النهاردة والله أنت مبدع يا حبيب خاسفاء انت اي عاجبك الخاسف واللي خاسفاء ماشا حبيب اه تمام كده ادي ادي يا حبيب يا حلوين الفاء شوف شوف عملتك اوه حد ينزلها من عصطر عشان ما تباش زي القاف حرف الفاء في اول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة بابينزلش من عصطر هنا حرف الفاء هو في اخر الكلمة واحد يقولك ما في حرف الفاء يا استاذ برضو في اخر الكلمة بس مش ماسك في اللي قدام او لك صح لو سبقوا حرفهم الحروف الرفصة دي تعالوا نشوفها كده فاء منفردة هي ادي التسعة الصغيرة هي ودي الفاء هي زي ايه كده يا حبيبي يا حلوين يا مقططين ماشي زي ايه مثلا ماشي خلوكم معايا يا حبيبي يا حلوين مثلا 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 اهو شوفوا الفاء شوفوا الالف الالف رفص الايه يا حبيبي رفص الفاء اهو شوفوا ادي الفاء في آخر الكلمة لو سبقها حرف من الحروف الآلف أو الدل أو الدل أو الرأة أو الدل أو الواق الحروف دي نسمىها حروف الأسد أو الحروف الرفاصة أو الرافصة أو الرافضة يعني إيه كل دي يا أستاذ تمام ماشي يبقى الفاء يا حبيب يا حلوين في آخر الكلمة هي لو سبقها حرف رفاص أدي في أول الكلمة هي زي فارحة في وسط الكلمة خليك معي مع ذا تفرق أدي الفاء في وسط الكلمة هي وأفرحه والفاء في آخر الكلمة زي خسفة تمام كده أو حرف رفاص في آخر الكلمة زي خافة يخافوا تمام كده كده تعرفنا على شكل حرف الفا يا حضرات في أول الكلمة وفي فاصة الكلمة وفي آخر الكلمة ننزل بالحاجات دي وكذلك في الواجب أولياء الأمور ينتبهوا واتملوا أبنائكم كل يوم الكلمات اللي أنا بديها على الصبورة تمام كده تمام نقفل كراسة شكل الحرف يلا حبايبي يا حلوين يلا نقفل كراسة شكل الحرف ونبدأ في كراسة صوت الحرف نفتحها يلا يا حبات الكرام يلا حبيبي يا حلويني أطاطيني يلا أنا عاوز الصرع شوية يا حبيبي أنا عاوز الصرع شوية يا حبيبي عاوز الصرع شوية يا حمادة خلاص كده أفلت حمادة برافو عليك يا حبيب والديك طبعا كان نفس ومنعيني النهاردة المبدع الأستاذ وليد عمارة في الحلقة بس ايه ربنا يكون معاي يعني ماشي وانا مبسط منه جدا حبايبي يا حلوين يلا طلعنا كراسة صوت الحرف يعني ايه صوت الحرف يا عم عزب يعني نحط له حركات علشان نسمع صوته صح ولا؟ اي واحد فينا يا حضرات ليه شكل وله ايه؟ وليه صوت او ما بشوفهم من بعيد كده عرفت اذا شكل محسن بس ما سمعتش صوته معنا تليفوني السلام عليكم عليكم السلام مين معاي؟ محمد حازم محمد حازم ازاك يا محمد؟ سلمة اخبارك الحمد لله تعالى نكتب لك بقى كلمة كده النهاردة هناخد حرف الفاء ايه رأيك نشرحه مع بعض بقى على هوى؟ انا ماشي بس انت في سنة رابعة يا محمد يا حازم صح؟ اه انت في سنة رابعة؟ اي تب ايه بعدين بقى؟ بص تب اديني اختك او حد يعني حد اصغر علشان احنا بص يا محمد احنا من اسس الاطفال الصغار يعني قراءة وكتابة اما انت بقى عاوزين بقى نديك نحو بعد السلسلة دي ان شاء الله سلسلة تقرأ ان شاء الله هكلم من الادارة ان شاء الله يبقى فيه سلسلة تأسيس في النحو ان شاء الله اهره تعالى ان شاء الله تعالى تمام كده؟ يلا حبيبي مشاكرين كده يا حمده تقى معنا السلام عليكم ابو تقى السلام عليكم ايه تقى اخبارك انت في سنة كم تقى؟ عسل ايه رأيك حركات ناخد المنارضة مع بعضها حركات حرف الفاء ايه رأيك؟ حرف الفاء ايوه بصي عم عزب معانا على الهوى حيورينا لايه؟ حرف الفاء ايه؟ فاء فتحة يلا قولي فاء فتحة فاء فاء كسرة فاء الله ينور عليك اسمها حركات ايه يا توق دي؟ اسمها حركات ايه؟ حركات قصيرة من عارب اسمها حركات قصيرة زي كده مش حركات طويلة زي فاء فتحة فاء يلا قولي فاء كسرة فاء 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 الله ينور عليك بصي حبيبتي الفاء مرقاقة دايما دايما الفاء في اللغة العربية كلها وفي القرآن مرقاقة ما ينفعش مثلا اقول ايه؟ فاء لا فهد مثلا اقول فاء فاء بابتسم وانا اقول الفاء بصوا فهد مثلا تمام كده؟ الفاء مرقاقة ما ينفعش افخمها اقول فاء ما فيش فاء في اللغة العربية خلصنا هاي اسمه فاء فاء اتسموا انت بتقولها فاء فاء دي حرف الفاء شكرا انا توقع تمام كده؟ دا حركات قصيرة يا حمادة فاء فتحة فاء فاء كسرة في فاء ضم فو تمام كده؟ دي حركات قصيرة كده؟ عايزين لسال يا حمادة على فاء فتحة يلا حبيبا حلوين كده؟ يلا اكتبها بدون مختلفة هوا فاء فتحة زي ايه مثلا؟ بصوا حبيبا حلوين اهوا أدي الفاء فتحة فاء رأى كسرة هم؟ ري حاء فتحة فاء بصوا أه؟ ادي الفاء فتحة يسمها فاء منفعش فاء الفرحة لا 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 علشان الرأى هنا ماشي يسمها فاريحة فا فتحة فا فتحة فا را كسرة ري فا ري حا فتحة حا يبقى فا ري حا تمام كده؟ طيب فا كسرة عايزين ناخد مثال عليها فا كسرة في فا كسرة في عايزين ناخد مثال على الفا الكسرة كده يا حبيب يا حلوين الله ينور عليك يا حبيب والديك أيوة كده حبيب يا حلوين الناس كده فيئة شوفوا صوفوا صوفوا فا كسرة في فا كسرة في رأ ساكنة فر فر تمام كده عين ضمة عين فتحة فرعا ماشي وواو ساكنة فرعاو نو يلا بص حبايبها حلوني هذه الفاء الكسرة هي حبايبها حلوني يا مقطاطين فا كسرة في رأساكنة فر عين فتحة عا فر عا وواو سكون فرعاو نون ضمة نو يبقى فرعاو نو اجيب لكم مثال تاني عشان نسهلكوا عشان فرعاو ندي تقيلة شوية ولا كبيرة شوية تمام تمام يا حبايب يا حلو بصوا يا حبايب يا حلوين اهو بصوا كلمة تانية هي سهلة هي رو شوف الفاء بقى فاء كسرة برضو هي رو في رفعات الله ينور عليك يا حبيب والديك ايوة كده رفعات اهي يلا سحر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام سحر حازم اكيد اه من موفية صح اه يلا بصوا يا فرح يا 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 سحر اقرأي لي الكلمة دي كده ما يلا واستهجيها لأول قبل ما تنطأيها يلا شايفة اهي حتشوفيها دلوقتي حبيبتي اهي يلا رأضم يلا مش شايف امش شايف والله على الشاشة والله يلا رأضم 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 في روفي عاماش والتاء ساكنة التاء السكون يا حبيبتي قت لا 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 بصوا بقى بصوا لي كده حبيبتي التاء السكون طب اسماعيلي بقى من تلفزيون كده وخليكي معايا شكرا شكرا يا حبيبتي بصي التاء السكون مش قت التاء السكون مش قت شكرا يا حبيبتي التاء السكون مش قت شوف الحرف اللي قدامها إيه ما ينفعش أت وما ينفعش تأ التأ يستلاكينها ما ينفعش ننطقها لوحدها أنشوف الحرف اللي قدامها إيه وننطقه معه ما ينفعش أقول أت كده وخلاص وما ينفعش أقول تأ زي بعض الزملاء لا ما ينفعش أبدا أي حد أي وليء معنا سارة السلام عليكم سارة وملك توقع السلام عليكم عليكم السلام يا ملوكة ولا سارة أنا سارة يا سارة تعالي ننطقي لي الكلمة دي كده رو فا لا الفا كسرة رو في أيوة عت الله ينور عليك يا حبيبي توليدك برابو عليك في اسلام يا سارة رو في عت رأضمه رو فا كسرة رو في عين فتحة رو في عا العين قبل التاء الساكنة يبقى ننطقها معاها رو في عت رو في عت تمام كده تب هتيني ملك بقى عشان اكتب لها كلمة كده فا ضمة يلا كده ناخد احمد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حاول تكلمنا تانية واسم احمد شكرا بص تانية يا جماعة الاتصالات عشان بس ناخد بالنا عشان نسيب اطفالنا يتكلموا معنا فقط للتأسيس يعني صف الاول ابتدأي وضعاف القراءة والكتابة تمام كده يلا بقى نشوف المثال كده فا ضمة فو عاوزين المثال على الفا الضمة كده ماشا حبيب يا حلوين يلا يلا حبيب يا حلوين يأ فتحة يأ خا بعدها مد بالالف يأ خا تب فا يا ولاد فا ضمة يا ولاد فا ضمة يلا كده ننطق معنا يأ فتحة عم عزب يأ فتحة عم الشاهد يلا يأ يأ فتحة يأ خا فتحة خا بعدها مد بالالف يا خا بصوا لا 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 أنا شفا مع حد منكو بيقول خا ما ينفعش خا خالد ينفع أقول خالد ينفع أقول خا يا خاف لا الخا الخا مفخمة الخا مفخمة خا خا ما ينفعش أقول خا متدلع على كده لا 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 يبقى يا فتحة يا خا بعدها مد بالالف خا يبقى يا خا تأ ضمة فو يبقى يا خا كده أخذنا حبيبة حلوية مثال على فأ فتحة زي فارحة مثال على فأ كسرة معانا يا الله معذب زي فرعون ورفعت ومثال على الفأ ضم زي خافو تمام كده معانا ملك السلام عليكم ملوكة ملك معايا ولا مش معايا ملوكة تمام اتصيب معانا ملوكة طب كالبين يا تانية ملوكة يا الله حبابتي طيب احنا اخذنا الحركات الحركة القصيرة يا عم عزبي بفضل الحركة الطويلة طيب احنا هنا فأ فتحة نقول ايه فأ صح طيب فأ كسرة في طيب فأ ضم فو اسمها حركات ايه يا عم عزبي اسمها حركات قصيرة اسمها حركات ايه قصيرة طيب يا سادزة انا ما معيش اطفال هنا فلابد كأن الكنترول وكأن المصورين وكأن من في القناة متعلمين ويبيتفعلوا معايا ما فيش اي مشكلة خالص منها يا جماعة تمام كده فأ فتحة فأ ده اسمها حركة قصيرة حركة ايه قصيرة فأ فتحة فأ فأ كسرة في فأ ضم فو ملوك السلام عليكم اتبعنا يا ملك او لا ملك طيب اسمعينا بقى نهارده يا ملك من التلفزيون ما فيش مشكلة يلا حبيب يا حلوين فأ فتحة فأ فتحة دي احنا عايزين نمدها عايزين نطول صوتها شوية نعمل فيها ايه نمدها بالايه بالالف رافو عليك يا حبيب والديك ايوا كده يبقى الفأ فتحة الفتحة بتحب يمد بالايه مد بالالف ما ينفحش فتحة ونمدها بالايه ينفع لا طيب يا الله حبيب يا حلوين يا مقطاطين كده ادي الفأ اهيه وبعدها مد بالالف نقول ايه نقول فأ قصيرة لا فأ يبقى حركة طويلة دي حركة قصيرة فوق يا استاذ يعني معانا ملك تاني السلام عليكم يا ملك عليكم السلام ايه بتروحي فين يا ملك الحمد لله على سلامتك يا ملك احنا عايزين يا ملكة نقرأ مع بعض الحركات القصيرة والطويلة ايه رأيك بتتحرف الفأ رأ يلا فأ فتحة يا ملكة فأ لا فأ فتحة بس انا مقلتش مد بالالف فأ فتحة فأ بعدها مد بالالف نقول ايه فأ طيب الفئ كسرة دي حركة قصيرة عايزيني مدها نمدها باللايه قليا برابو عليكم يا حبيبي impartولديك ايوا كده تمام كده دم يخال نبقىه اتضام بالمرة معاه فأ فاتحة فأ 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 بعدها مد بالالف فأ فأ كسرة في فأ بعدها مد بالياه في طيب الفاء الضما حابتنا거든요 ايه والياك كده فأ ضما الله ينور عليك طيب عايزيني مدها نمته بالالف او بالياه قليا بالواف وليديك أيوة كده حبيبتي مرامو شوكنا حبيبتي آهو يبقى فاق فتحة فاق فاق بعدها مدبل الألف فاق فاق كسرة في بعدها مدبل ياء في فاق ضامة فو بعدها مدبل ياء فو مشاهدين الكرام أستاذينكم الفصل قصير ثم نواصل مشاهدين الكرام وارجعناكم بعد هذا الفصل القصير وأحب نوه لحبيبنا الحلوين المقطعطين وأولياء الأمور برضو التردد الجديد به القناة يلا أمعازها ب11 823 رأسي 11 823 رأسي يلا حبيبنا حلوين يلا حبيبنا حلوين احنا خلاص عرفنا الحركات القصيرة والحركات الطويلة لحرف الفاق فاق فتحة فاق فاق بعدها مدبل ألف فاق تبعزين مثال يا أستاذ كده على حرف الفاق بعدها مدبل ألف كده يلا يلا كده مثلا تمام الله ينور عليك يا حبيب والديك أنا كنت حكت بفاضل بس الأستاذنا الكريم الحنفاء أمثلة قرآنية جميلة بسم الله ما شاء الله يلا حبيبنا حلوين تأستاذ محمد الشاهد متفاعل معنا تفاعل رجبر بسم الله ما شاء الله عليك بس أدل فاق ايه فاق فتحة هي حو حاق ضامة حو نون فتحة نا يبعى حو نا الفاق بعدها مدبل ألف حنفاء شوفوا بقى تعالوا شوفوا بقى في أولاد حبيب حلوين ما بعرفيش انطقوا دي دي زي لآ والآ 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 بالزبط كده لو همزة كده آ لو همزة كده أو لو همزة كده تمام كده آ وعادي خالص نهاية حضرات طيب إزاي تكتبوها على السطر وإزاي تكتبوها على الوا وإزاي تكتبوها على نبرة ده لما تكبروا شوية حنقولكم ليه بس انتوا لما تشوفها كده تنطقها همزة آ وإي وآ تمام كده لما تكبروا شوية حنقولكم تكتبوها كده ليه تمام كده حنفاء او ادي مثال القرآني اهو على الفاء بعدها مدبل ألف يالله كده حبيب يا حلوين طيب فا كسرة في بعدها مدبل يا في مثال عليها كده حبيب يا حلوين نقول ايه يالله كده شوف شوفوا حبيبها حلوين زي مثلا ايه زي مثلا شين فتحة شا شوفوا بقى بصوا حتة دي بصوا حبيبها حلوين اهو ادي الفاء بعدها مادي بالياه شافيعو شافيعو يلا حبيبها حلوين اهو تعالوا كده واحدة واحدة كده شين فتحة شا شين فتحة ده في حرف القافي يا أستاذ محمد شين فتحة شا شين فتحة شا الفاق بعدها ما دي بلياء نقول إيه شفي عين ضمة عو يبقى شفي عو أوليها الأمور نملأ أبنائنا بهذه الطريقة ما تروحش تقول له اكتب هنا محسن اكتب شفيع يا حبيبي حمادك لا طبعا أقول له كده شين فتحة يا حبيبي ما يعرفش اكتبه أقول له شين فأقول الكلم يا حبيبي هيعرف اكتبه شين فتحة شا الفاق كسرة في بعدها ما دي بلياء شفي عين ضمة عو يبقى شا في عو تمام كده تعالوا زي المثال بقى فاق ضمة فوق بعدها ما دي بلياء فوق زي كده حبيبي حلوين بصوا الكلمة دي تعالوا من فتحة ما حاق ساكنة مح 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 بصوا كده حبيبي حلوين مح فوق بصوا كده من فتحة ما حاق ساكنة شوفوا مح فاق ضمة فوق الفاق ضمة دي بعدها ما دي بلياء نقول ايه فوق يبقى مح فوق تعالوا نشوفوا الاخر حرف كده ضع ضمة بصوا حبيبي حلوين شوفوا وليه الامر لابد تملئ ابنك كل يوم بهذه الطريقة اي كلمة تكتب على الصدورة لابد تملئها لابنك يبقى فيه كرسة للاملة خاصة كده يالله حبيبي حلوين شوف ميم فتحة ما حأسة كده ما ينفعش انطاءها لوحدها يا أستاذ يبقى مح تمام كده فاق ضمة فو يبقى مح فو الفاق دي بعدها مد بالواو مد طبيعي حالما نقدر حالكتين يعني مح فو فاق ضمة ذو مح فو ذو لا يا حمادة مش ما لأ ميم مش بعدها مد بالألف ميم حركة قصيرة هي ميم حركة قصيرة مح وبعدها حرف ساكل مح فو ذو كده حبيبي حلوين خدنا أمثلة على الحركات القصيرة فاق فتحة فاق زي فرحة فاق كسرة في زي رفعة وفرعو فاق ضمة فو زي خاف فاق زي حنا فاق والفا بعدها مد بالياء زي شفيع والفا بعدها مد بالعاء زي مح فو والفا وبقاء السكون يا حبيبي حلوين يلا كده يلا يلا كله كتب على الصبورة يلا حبيبي حلوين يفاضل السكون حرف الساكن احنا انتفاءنا يا حبيبي حلوين يا مقاططين الحرف الساكن حرف ايه Abr missed حرف ضعيف برافو عليه ايوة كده حرف الساكن حرف ضعيف يا استاذ مينفعش كده عايزة اعرف كده طبعا كله يقول إيه إنت بتسطر الواب تلتزم制 عليها يا إستاذ اقول له عشان تاخد بالك أن فيه حروف متنزل من الشر في حروف ما بتنزلش علي السطر لابد تلتزم بكراسك الكراسة الخط بتاعت الكراسة دا وهل فيه حروف ما بتنزلش نلتزم عشان خطنا يبقى عزل كده تمام يا حلوين يلا حبائي بقى حلوين الحرف ده كده بالصولي كدهexc ينفع أنت أقول وحده ليه يا حبيب والديك بقى مش هتبقى لطيفة لا 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 اسمعني هنا بقى لانت كده مش هتبقى لطيفة لا طبعا لا 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 مش موضوع ما هتبقى لطيفة ومش لطيفة بصوا حبيب أهلي الحرف الساكن حرفه طعيف لابد أسنده ما فيه ناس بتخطط تقول لك ايه فأ لا أ وعده لك أف غلط لابد تجيب له ايه تجيب له حرفه قدامه يسنده ألف مثلا ألف فتحة A ألف همزة فتحة A يلا ألف همزة فتحة A فأساكنة F طيب ألف همزة كسرة E يبقى ايه F ماشي ألف همزة ضمة U يبقى ايه F تمام كده هادي الفأ الساكنة تانية هاو نشوف حرفي تاني يلا يلا حد يقول لي حرفي تاني يلا كده حبيب يا حلوني يلا لا أنا أقولك مش مثال عايز حرفي بس بص 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 حبيب يا حلوين زي مثلا ايه هم حا فتحة حا يبقى حف تبلوحي الله ينور عليك تبلوحوه ايه يبقى كده الحرف الساكن حرف ضعيف ما ينفعش نطقل واحده أبدا لابد نجيب حرفه قدامه متحرك يعني ايه متحرك يا أستاذ يعني يا فتحة يا كسرة يا ضمة حف 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 أف إف أوف رف 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 وهكذا كف 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 وف 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 تمام كده تبنجيب مثال كده حبيب يا حلوين على الفاء الساكنة كده يا الله يا الله حبيبي هم الله ينور عليك آه آلف همزة فتحة آه فاء ساكنة ينفع انطقل واحدها وما نعمل ايه أف يبقى الحرف اللي ده ما ننطقه معه أف أف شوف أيوة أدي اللمه أف لا ودي الحاية بصوا حبيب يا حلوين ما فيش حد يقول ايه شكلها كده أفلح لا واحدة واحدة هو هتملي ابنك كده لابد جاء آلف همزة فتحة آه يكاتب الآن فاء ساكنة أف لم فتحة لا يبقى أف لا حا فتحة حا أف لا حا ما ينفعش فيه ناس هتقول ايه يجي منش ناطق الفاء دي خالص ولك آه آفا لا حا آفا لا كده لا الفاء الساكنة نقف عليها نصف حرف الفاء أف وتقول لي ابنك كده أف لا فألم فتحة لا يبقى أف لا حا أدي مثاله أعزين مثالكا يا حبيب يا حلوين يا الله هم آيوة الله ننور عليك نوم فتحة هم نوم فتحة ماشي نا فاء ساكنة نف الله ننور عليك أهو أدي نفس الحكاية نوم فتحة نا فاء ساكنة نف سين ضم سو يبقى نف سو أدي مثالين يا حبيب يا حلوين يبقى أطاطين على السكون بقى آخر حاجة عشان نختم بيها الفاء المشددة يعني ايه فاء مشددة يا أستاذ آيوة اللي أنا بقولها مرتين يلا نقلته انقله ده عشان هتكتبوه واجب إن شاء الله تعالى يلا بقى الفاء المشددة يا حبيب يا حلوين عشان نختم بيها علشان المخرجين العزيز بقول لنا يلا خلص 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 تمام كده يلا حبيب يا حلوين يعني ايه فاء مشددة هم احنا خدنا الحركة القصيرة والحركة الطويلة هم وخدنا الايه خدنا السكون ايه ده بقى عايزين نشوفها دي ايه دي بقى دي اسمها شدة اسمها ايه شدة تعالوا نشوفها كده تعالوا نشوف كده اهو فاء شدة وفتحة هم وفاء شدة وكسرة لا وفاء شدة وضمة طبعا ما نفعش انطقل وحدها عشان الحرف الساكن اتنين تعالوا نشوف كده الف همزة فتحة ا هم الله ينور عليك ايوة كده تعالف قال له ايه يا حبايبي يا حلوين بالرغم انه هو لسه جديد معنا النهاردة قال لي يا استاذ افا الشدة مش هتضحك عليها ابدا الشدة مش هتضحك عليها شدة يعني اتنين يعني منطق الحرف مرتين ده توأم اتحدوا مع بعض بس احنا هنفكهم في القراءة في القراءة والتحليل ننفكهم تمام كده تعالوا نشوف كده ادي الالف اه ادي الالف اه الف همزة فتحة الفاء دي يا حبايبي يا حلوين عشان مش بينا نكتب لازرة احسن صحك يا عم عزب ماشي نكتب لازرة افضل عشان نبتبعين كويس اهو ايه بقى الفاء المشددة دي يعني اتنين يا استاذ الاول منها ايه ساكن والتاني ايه متحرك بس متحرك عليها يا محمد الله ينور عليك انتعرف علي الفتحة لي يا محمد عشان هنا شدة وفتحة هنا هنا شدة وفتحة من فك الشدة دي اتنين حرفين من نوع واحد تمام كده ادي اللي حرف ساكن اهو على طول الاولين ساكن منه على طول التاني متحرك بيتحرك ازاي حسب الشدة شدة وفتحة يبسكنوا ايه وفتحة يبقى احنا مننطقها كده اف النطق بس والتحليل الكلمات لمقاطع صوتية اما الكتابة نكتبها شدة بس تمام كده طيب الفاء شدة وكسرة نعرف انطق الوحدة برضو لا منفعش اهي تعال نشوف اهي اف اف الف هم ده فتحة ا نفس الحكاية برضو الالف اهو هنزلها عادي اهي الفاء دي اتنين يا استاذ فاء ساكنة وفاء ايه متحركة الفاء دي عليها ايه بقى تحتها كسرة ليه بقى يا استاذ ايه عشان هنا شدة وكسرة يا استاذ يبقى اف في اف في تمام كده تمام طيب الفاء شدة وضم هم الله ينور عليك اف شوفوا اف ليه عملنا كده ادي الالف ايه منقسم منفك الشدة دي اتنين حرفين ادي الاول منه ايه ساكن والتاني ايه متحرك هنحركوا ازاي بقى ضم بصوا حبابي احنا اكتبوك كلمة صغيرة كده وانشوف اتعرفك تقولوها لا ستليه تعالى واحدة واحدة احنا قولنا ايه بصوا 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 معايا احنا قولنا تا نا شوف الفاء بقى هنا اهو اهو تاناف الاولية منها سكون تاناف فاء شوفوا بقى اهي بس يا حبيب يحلون اللغة العربية ما فيهاش حرفين متتاليين شبه بعض واحد ساكن واحد متحرك ما فيهاش كده احنا اللغة بتاعتنا سهلة تب نعمل ايه يا استاذ نضمهم الاتنين سوا يبقى فاء مشددة شده وايه شده وفتا تمام كده يبقى تاناف فاسا تاناف فاسا تمام كده تب تعالوا بينا الكلمة دي نحللها المخاطعة الصوتية كده يا حبيبي يلا كده علشان ننهي بيها تعالوا كده به تعالوا كده يا حبيبي حلوين يا مقطاطين كده يلا ناخد التاء معنا اهو عشان نحللها اهو تاء وعشان متحركة ما فيش بعدها لا ساكن ولا بعدها مد تعالوا شوفوا كده أيوا ما أخذ دي آخر حاجة يا أستاذ محمد ماشي قادي التاء لوحدها شوف بقى الحتة دي بقى نوم فتحة نام في حرف ساكن بعدها صح أو لا الفاء هنا أسمناها اثنين واحد ساكن واحد متحرك يبقى هنا في فاء ساكنة ناخدها مع النوم يبقى الحرف الساكن مع اللي قبله على طول ده تقطيع مع قاطع صوتية نفك الشدة اثنين واحد ساكن مع اللي قدامه واحد متحرك تا نف هذه الفاء هي لوحدها برضو ساكنها واستين بقى يا حبايبي يا حلوين في الآخر خالص أهو تنف فا سا بص تا نف فا سا مقطع صوتي جزء من الكلمة ينفع لو أطحت وأنطأ لوحده تعالوا شوفوا كده تا نف فا سا كم مقطع؟ واحد اثنين تلات اربعة شكرا كده وبكنا يعني الحلقة للأسف شديد انتهت بس هجعلكم ايه؟ مراجعة سريعة كده وعلى حركات كده اهو حرف احنا في حرف النهاردة يا حبايبي يا حلوين حرف الفاء تاب الفاء ده لو رمينا عليه شبكة هم حاجب لنا سمك حاجب لنا رميط حاجب لنا ايه؟ حاجب لنا حركات حرف الفاء يا حبايبي يا حلوين قد القصيرة فاء فتحة فاء فاء كسرة في معنا عزب فاء ضم فو وحاجب لنا حركات الايه؟ الطويلة فاء بعدها مد الألف فاء بعدها مد بالياء في بعدها مد بالواو فو تاهم كده؟ وحاجب لنا ايه تاني يا حبايبي يا حلوين؟ حاجب لنا السكون حاجب لنا ايه؟ السكون أف وإف وقف اخر حاجة هيت خلاص ايه؟ الشد حاجب ايه؟ أف وإفي تمام كده؟ وقف يلا عم عزب كده اخر كدر على الشبكة عشان الناس تشوف يلا حبايبي خلاص يا سمي محمد كده؟ تمام تب كدري بس على الشبكة؟ تمام مشاهدين الكرام كنت سعيد جدا إلا أنا كنت معكم النهاردة وأشكر جميع زملائي في الكنترول وفي الستوديو والإدارة الموقرة وأشكركم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم وقبل ما يختم برضو نفس حكاية التردد 11 813 وشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر